السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن الحمل في الاسبوع الرابع عشر وماذا يحدث للام وكيف يتدور الجنين وبعض النصائح للام الحامل في الاسبوع الرابع عشر من الحمل لن يزداد حجم البطن كثيرا وتبدأ الام في العودة تدريجيا الى حياتها الطبيعية دون اعراض مزعجة وربما تشعر بحركة الجنين في هذه الفترة كما تزداد الشهية لتغذية جسمها وصغيرها على حد سواء اولا ماذا يحدث للام في هذا الاسبوع قد تشعر المرأة بحركة طفيفة على هيئة نبضات صغيرة في الرحم وستلاحظ ان اعراض الحامل اصبحت اقل حد حيث قد يقل الغسان الصباحي وتسترد المرأة القليل من طاقتها وتتحسن حالتها النفسية تدريجيا وتظهر بعض التغيرات في حجم السادي ولكنها تظل في حاجة الى الراحة ومواصلة تناول المكملات الغذائية والاهتمام بالتغذية السليمة وشرب كميات وفيرة من الماء ثانيا كيف يتطور الجنين يبدأ شعر الجنين في الظهور وتتطور الاعضاء التناسلية وتبدأ في انتاج هرمونات الغذة الدرقية ويزن الطفل 45 جراما ويبلغ طوله حوالي 9 سنتيمتر ويبدأ في تحريك اطرافه بشكل جيد ثالثا نصائح يجب اتباعها بعض النصائح قد تجدين انها تتكرر من اسبوع لاخر مثل النصائح العامة الخاصة بتناول اكل صحي والابتعاد تماما عن المشروبات الغازية والكافين والكحليات والتدخين بالاضافة الى الفيتامينات التي تحتاجها الام تحتاج الام في هذه الفترة الى المواظبة على تناول المكملات الغذائية اللازمة مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين سي وفيتامين اي تحت اشراف الطبيب المختص واخيرا متى يجب استشارة الطبيب يمكن استشارة الطبيب في هذا الاسبوع حول التاملين الرياضية التي يمكن اداءها او امكانية ممارسة السباحة او غيرها مع قياس الوزن ومراحظة التغيرات الجلدية الطبيعية التي تبدأ في تلك الفترة والاجراءات التي يمكن اتباعها لتفادي نزارة البرد والانفلونزة نتيجة لضعف المناعة في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو الاعجابكم ياريت تدعموا لك كومنت وشار الفيديو مع اصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر